عندما يقف الطفل ويبدأ خطواته الأولى يلاحظ من حوله ابتعاد ركبتيه عن بعضهما وهذا التقوص ناتج عن وجود الأطراف السفلية في مكان ضيق الذي يحتم تقوص الأطراف هذه الظاهرة تكون قبل سن المشي عند إيقاف الأطفال الرضع في سن ستة أشهر ويبدأ هذا التقوص بتقويم ذاته تدريجيا مع النمو حتى يتقوم كليا بعد السنة الثانية من العمر حيث يكون تقوص السقين من أكثر الأمراض شيوعا عند الأطفال فيولد الكثير من الأطفال ولديهم مشكلات في السقين وهو يصيب الأطفال بالأساس نتيجة ترسيب معادن العظام كالكالسيوم والفسفور أثناء مراحل النمو ونتيجة لهذا تصبح العظام هشة وسهلة الكسر وتتقوص وتصبح ذات حناءات وتشوهات بشكل السقين قد يصيب الكبار ويسمى لين العظام ولكن الغالبية العظمى هي الأطفال المرض قد يصيب الأطفال الرضع الذين يرضعون بشكل طبيعي ولكنهم لا يتعرضون للشمس أو الأطفال الذين لا يشربون اللبنة أو الانخفاض في مصويات فيتامين دي أثناء فترة الحمل فيصيب الطفل بلين العظام ترجمة نانسي قنقر